محمد كان عنده فوبيا من الكلاب أنا ما قلتش قتله الكلاب وحاجة بأمانة وللتني شفت الكتب بتاعتي كلها في كل اللغات الناس اللي بدأت ما فيش فيها كلام عن الكلاب فقط محمد ابن آمنة يا ضلالي كان عنده حبيبي كان عنده فوبيا من الكلاب وبعدين قال لك اللي ناس قتله الكلاب كل الكلاب لا يسود ولا بتاع بقى بقى أسمعه كله قتله كله وبعدين الناس يعني حتقض بقى تمشي في الشرح تمسك في الكلاب وتفعص في الكلاب وتقتل في الكتاب في الكلاب ما جاش معهم الموضوع ده في المدينة شفوا هيا رفت حالي رحلوا محمد قالوا له احنا هلوعد نقتل في الكلاب كلها احنا مش فاضين يعني قال لهم كنتوا قد هيتكم عن قتل الكلاب ألا فقتلوا الأسود العقور يعني قتلوا اللي سود ما كان بيضايقوا يا بداية برضه كان بيضايقوا اللي سود بالذات ولكن أنا ماليش تعب ماذا ده ابن آمنة ودا عادي بقى يعني ماشي يعني ماشت معاي يعني وانا برضه وكل حاجة بيقالها ابن آمنة أنا اللي قلت له عليها لا طبعا مالسا يا ده يعني أنا بحب الأسل والحاجات دي سواء كان للكلاب أو البادمين ما أنا في حيونات كتير محمد قاعد يقول للناس قلت له فيها الفار والبورس والمش عارفين عادي ما فيها أسل والحاجات من كده ماشي نودك تاهد يعني ابننا برضه